صدت المقاومة الوطنية ساعات الماضية هجوماً لميليشيا الحوث الإيرانية في قطاع الكدحة بمحور البرحة غربي تعز الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أفاد بأن وحدات من اللواء الثالث حراس الجمهورية خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة ومن مسافة الصفر مع ميليشيا الحوث الإيرانية جراء محاولة الأخيرة مهاجمة مواقع أسكرية وأكد أن الاشتباكات أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي وأسكتت مصادر نيرانها مشيراً إلى أن كل تحركات ميليشيا الحوثي الإيرانية مرصودة بدقة على طول خطوط التماس ولن تتمكن من تحقيق أدنى اختراق يشار إلى أن الاشتباكات هي الثانية من نوعها التي يخوضها أبطال اللواء الثالث حراس الجمهورية قد ميليشيا الحوثي الإيرانية خلال أقل من أسبوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر